بحر الهزج بنوا آدم كالنبت ونبت الأرض ألوان فمنهم شجر الصندل والكافور والبان لا فض فوك هذان بيتان من بحر الهزج ها؟ بحر الهزج؟ لابد أنك الخليل بن أحمد الفراهدي واضع علم العروض هذا صحيح ألا حدثتني عن بحر الهزج؟ نعم بحر الهزج هو من البحور الشارية الصافية ذات التفعيلة الواحدة ويرتكز في بنائه على تكرار مفاعل أربع مرات كما رددتها أنت قبل قليل مفاعل 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 ذاكرتك قوية ومفتاح بحر الهزج هو على الأهزاج تسهيل مفاعل مفاعل ويأتي دائما مجزوءا وله عروض واحدة صحيحة وضربان صحيح ومحذوف صحيح ومحذوف؟ تماما وذلك على النحو التالي أولا عروض صحيحة وضرب صحيح سأعطيك مثالا أهى وهيفاء كما تهوى تريك القد والخد وهيفاء مفاعل كما تهوى مفاعل تريك القد مفاعل دا والخد مفاعل يبدو هذا سهلا جدا أظنني أحفظ بيتا ينتمي إلى بحر الهزج صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان صفحنا عن مفاعل بني ذهل مفاعل وقلنا القوم مفاعل مإخوان مفاعل أحسنت وهناك عروض صحيحة وضرب محذوف والحذف علة تعني حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة ومثال ذلك جميل الوجه أخلاني من الصبر الجميل جميل الوجه مفاعل هي أخلاني مفاعل من الصبر المفاعل جميل جميل مفاعل وهنا تلاحظ أن تفعيلة مفاعل قد دخلت عليها علة الحذف وهي تعني كما ذكرت لك حذف السبب الخفيف منها فتحولت إلى مفاعل فهمت عليك وقد يدخل زحاف الكف على التفعيلة زحاف الكف؟ نعم وهو يعني حذف الساكل السابع فتتحول من مفاعل إلى مفاعل أما تعطيني مثالا؟ أنت تحفظ المثال جيدا هل تقصد الأبيات التي كنت أرددها قبل أن تشرح لي بحر الهزج؟ نعم بنو آدم كالنبت ونبت الأرض ألوان بنو آدة مفاعل مكن نبت مفاعل ونبت الأر مفاعل لألوان مفاعل فهمتها الآن وأخيرا قد يدخل زحاف القبض على التفعيلة وماذا تعني بزحاف القبض؟ يعني حذف الحرف الخامس من التفعيلة وفي مفاعل هو الياء وبحذفه تصبح التفعيل مفاعل ومثال ذلك وحبي حين أرخه على بحر سيطويه وحبي حي مفاعل نأرخه مفاعل على بحر مفاعل سيطويه مفاعل شكرا لك أيها الفراهدي بنو آدم كالنبت ونبت الأرض ألوان شكرا لك أيها الفراهدي شكرا لك أيها الفراهدي شكرا لك أيها الفراهدي